اهلا وسهلا جديد بكل متابعين وصلنا لموضوعنا اليوم وصدفتنا بتعرض مجموعة من الأشخاص لسرك الأسنان أو صرير الأسنان خلال ساعات الليل وممكن خلال النهار أيضا الحديث أكثر عن هذا الموضوع من استضيف الدكتورة ألا منصور طب وجراحة الفم والأسنان صباح الخير دكتورة صباح النور أهلا وسهلا فيكم دكتورة بداية ايش يعني سرك الأسنان سرك الأسنان هو عبارة على الضغط على الأسنان لفترات متواصلة فترات طويلة ممكن يكون مع تحريك الأسنان أو بدون الموضوع ممكن يصير معنا بنهار أو بالليل ما بقتصر الموضوع على فئة عمرية معينة ممكن يكون عند الكبار وعند الصغار وبيؤدي لمشاكل في الأسنان مشاكل في عضلات الوجه وفي مفصل الفك هذا تعريف عام نقدر نكتب عن هذا الموضوع طب شو أسبابه دكتورة هل بيقول يعني هو هو سترس بيكون سبب سرك الأسنان أو فيه أسباب هلأ السترس هو أكتر سبب معروف وشائع عن سرك الأسنان يعني نقدر نقسم الموضوع لنقول للأكبار والأصغار رح نبدأ بالأكبار عندنا ثلاث أسباب رئيسية سبب الرئيسي زي ما حكينا سترس ضغط النفسي التوتر هلأ بهاي الفترات في حياتنا ما نكون نحن متوطين متوترين أكيد بيكون مصحوب معها عادات سيئة نعم كالتدخين شرب المنبهات القهوة كافيين نعطي مثال عليهم بما أنه هلأ عندنا امتحانات وتوجيه يعني الطلاب بالضغط النفسي لما يكونوا خايفين متوترين من الامتحان ممكن تظهر عندهم هذه المشكلة أكيد كلهم بيكونوا مدمنين على القهوة والمنبهات صح ثاني سبب ممكن يكون عند مرضى معينين بيأخذوا أدوية معينة تظهر هذه المشكلة كأعراض جانبية لهذا الدواء فترة مؤقتة وبتروح فترة مؤقتة وبتروح زي مثلا مضادات الاكتئاب ممكن تعمل عندي هيك مشكلة الثاني سبب الثالث ممكن يكون عندنا مشاكل بالنوم فيه ناس بيعانوا من مشكلة بالنوم زي مثلا مضيق التنفس الليلي ممكن يلجأوا لهذه المسال العادة نحكي بدون وعي نعم إذا ما نحكي للأطفال أطفال موضوعهم مختلفة بيكون مثلا بمرحلة تبديل الأسنان يعني لما يكون عندنا أسنان لبنية وأسنان دائمة ممكن يلجأوا لهذه العادة وأغلب الأوقات ونسأنا طلع عندي الأسنان صارت كلياتها دائمة تختفيها يعني هو موضوع شوية ألم يكون عند الطفل ممكن ممكن بالضبط أو هي سوء الإطباق يعني اللي بيكون موجود عنده بسبب التبديل ممكن يلجأ لهذه نعم طيب كيف الواحد يريد يعرف أنه عنده هاي المشكلة خصوصا بفترة الليل يعني أنتي حكيت في بداية الحديث أن الأسنان ضغط مستمر على الأسنان وهذا الشيء رح يؤثر على منطقة الفك يعني هلأ إذا بصح الصبح أنا من النوم بيكون في عندي وجع في منطقة الفك أو بالأسنان احتمال يكون موضوع سرك الأسنان عندي؟ مضبوط احتمال كتير كبير حال مشكلة الأعراض ليش يعني في مرضى ما بيكونوا عارفين حتى عندهم هذه المشكلة يعني في مرضى مثلا نحكي على المشاكل السنية اللي بيجو فيها في ناس بيجو عندي بحساسية بأسنانهم رغم بعد موجود تسوّصات مثلا أو تكسر بالأسنان والحشوات السنية أو مثلا حتى في مين الأسنان واللي بيعمل تحسّص في الأسنان يعني هاي كلها أضرار اللي ناتج عن موضوع سرك الأسنان؟ مضبوط هي أضرار وعوارد؟ أضرار وعوارد يعني فيك نحكي بس العوارد الممكن أو أعراض خليلا يس اللي عم بتعاني منها في الأسنان هلا ممكن الأعراض التانية تكون بشكل عام أكبر يعني تنتقل منطقة الوجه مثل الألم في عضلات الوجه صداع ألم في الأذن أو ألم في مفصل الفك نعم بدون ما يكون عارف المريض ما السبب هلا نحكي عن ألم بالفك مش رح يصير في مثلا تلاف في مفصل الفك أو ممكن مع استمراريتي العادة لأفترة كتير طويلة وإهمال العلاج طبعا ممكن يصير شو الأضرار الثاني ممكن دكتور تنتج عن هذا الموضوع موضوع سرك الأسنان؟ الأضرار الممكن تنتج عني كبيرة أي مشكلة إذا أحملناها وما علجناها بوقت نحكي بكير ممكن تعمل عنا مشاكل كبيرة يعني ممكن أنت تخرب ابتسامتك كاملة وأسنانك تفقدها كاملة بسبب هذه المشكلة ممكن الألم اللي أنت بتعاني منه سواء بعضلات وجهك أو الألم بتعاني منه في منطقة الوجه استمر فترة طويلة يعيقت عن ممارسة حياتك اليومية بشكل طبيعي حسيت الأسنان كيف يمكن أن تحرمنا من أن نأكل شيء بارد أو أي شيء يعني مشاكل متراكمة ونحكينا أصلا مشكلتها الضغط نفسي والتوتر يعني الواحد ما يعطي الموضوع أهمية إنه هذا موضوع سرك الأسنان أكيد هو سيأزي على المدى البعيد إذا أنت ما اهتمت بنفسك زيب دكتورة شو العلاج سيكون أو الناس اللي انتبهت على حاله وحاست أنه هلأ فيه أعراض لازم تيجي عند الدكتور مثلا وتعطي علاجات ماء لازم زيارة الطبيب لازم زيارة الطبيب هلأ إحنا حكينا أنه ممكن تصير عندنا بساعات النهار أو بالليل هلأ رح أقسم موضوع العلاج لهدول الفترتين إذا أنت كنت تعاني من هذا الموضوع بساعات النهار فإنت في حال انتبهت على هذه العادة لازم أنك أنت توقفها نحاول تفرغ التوتر اللي عندك يعني أكيد أنت بتصير أول إشيء بدون وعي بعدين رح تنتبه عليها هذا التوتر الموجود أن نفرغ بطاقة إيجابية بأشي إيجابي ما يؤذي صحتنا هذا أهم شيء نحن نعمل مساجات لمنطقة العضلات نحط كمدات مايدافية هذه كلها تبنعنا من أن نعمل هذه المشكلة في خلال ساعاتنا أما بالنسبة للليل الحل جدا بسيط حكينا المشكلة تصير بدون وعي بدون إدراك من المريض ما يجب أن نعمله أول شيء الحارس الليلي الحارس الليلي هو جهاز عبارة عن طعم الطاطية تفصل الأسنان عن بعض بالضبط يعني أنه تمنع الأسنان تفصلهم عن بعض وتمنع تحريك الأسنان على بعض تجعل المريض توقف عن هذه العادة خلال ساعات الليل هذا طبعا يتم عن دكتور الأسنان بأخذ مقاس معين يفصلها للمريض حسب كل واحد مقاس معين حتى تثبت على الأسنان طبعا ما تنبلع خلال طبعا على كل مريض مختلف عن الثاني طبعا الحل الثاني ممكن يكون نحكي بحالات شوي أشد أو أدفانس ممكن تكون نأخذ المرخيات العضلية نوصف للمريض كورس من المرخيات العضلية لفترة معينة في حنا الحل الثالث هو حل سريع وبسيط كلنا منعرف البوتوكس في عالم التجميل وقديش هو مفيد أنه يتخلص من التجعيد المسؤولة عن قباض العضلات البوتوكس في هذه الحالة نحقناه بالعضلات الوجه المسؤولة عن الإطباق والضغط تحلل لنا هذه المشكلة حتى لا تختفي لفترة معينة نستمر بالحق حتى تختفي وأكيد أهم شيء يجب أن أخبر المرضى أن البوتوكس لا سيؤثر على المظهر الخارجي يعني كثير من المرضى يسألوني أنه إذا حقنت البوتوكس لا يوجد علاقة هو فقط مرخي عضلات يعني دكتورة كل العلاجات يعني هذا الموضوع عبارة عن عادة كما أنا أفهم منك لأنه أي علاج سيأخذ المريض وبعد فترة سيختفي هذه العادة يعني بعد فترة على الأغلب إنها تختفي لكن المشكلة إذا نحن 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 نحك كي مختفت أو الضرر اللي رح تعمل إذا لم تختفي لفترة طويلة فنحن نعلم نعم نعم يعني إذا المشكلة الأكبر هي موضوع الضغط النفسي والتوتر يعني أكبر علاج أو أطول مدى لعلاج إنتحكتيه هو موضوع البوتوكس يعني إذا أنا ما أخذ الحبوب سأرجع بالليل وأشد على سناني بالضبط الحارس الليلي أو نايتقرد إذا ما استخدمته برضو سأرجع إلى سناني مزبوط يعني بالبداية المفروض يكون فيه علاج للمشاكل موجودة عندنا خلال نهارنا مظبوط هذه هي تمام دكتورة شكراً لوجودك معنا شكراً للمعلومات المهمة العطتين إياها شكراً لكم و أهلا وسهلاً شكراً لك دكتور